بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم على قناة مستر كحل مرحبا بك ومرحبا بجميع الأخوة الأفاضل على قناة مستر كحل حيث أننا نشرح مجال تجارة الضمينات ومجال الاستثمار في الضمينات بشرح عملي وتطبيقي وتفصيلي نكمل معكم دورة البراند إبو الضمين حيث أننا قطعنا مشوار طويل جدا في طرق البحث عن الضمينات واليوم إن شاء الله سوف يكون الدرس الأخير فيما يخص الروتد وورد قبل أن نمر إلى أنواع أخرى هذا الدرس إن شاء الله سوف يكون رائع جدا حيث أننا سوف أقوم بمشاركة معكم تول مهم جدا من موقع معروف جدا هذا التول سوف يساعدكم على أن تروا هل الروتد وورد والكلمة التي سوف تقومون باستعمالها من أجل اقتناص أسماء براندات قوية جدا سوف ترون ما هي المنافسة على هذه الكلمة الدلالية سوف ترون قيمة هذه الكلمة وهل عليها مبيعات أم لا يعني أن هذا التول سوف يقوم بمساعدتك مساعدة كبيرة جدا حتى تقوم باقتناص أسماء براندات رائعة جدا تقوم بشرائها ب10 دولار ثم تقوم بإعادة بيعها بأكثر من ألف دولار بإذن الله إذن قبل أن أشرح لكم هذا التول وهذه الأدات ثم أريكم طريقة العمل بها وكيفية إيجاد أسماء براندات رائعة جدا باستعمال هذه الأدات سوف نبقى أولا مع هذا الفاصل الإشهاري ثم أعود إليكم إن شاء الله بعد نهايته هذا الفيديو هو برعاية موقع نيم سايلو نيم سايلو هو أحد المواقع المعروفة جدا في مجال تجارة الضمينات حيث أنه يعتبر أحد رجسترار المعروفين جدا في هذا المجال يوفر لك أتمناء في المتناول يوفر لك استضافات VPN ومجموعة من الأدوات التي تفيدك في البيزنس الخاص بك وأيضا التي تفيدك في مجال تجارة الضمينات إذن مرحبا بكم من جديد فالأدات التي تحددت عنها في المقدمة هي أدات Deep Keyword Analytics هذه الأدات مقدمة من موقع سكواد هلب يعني أن موقع سكواد هلب قام بمشاركة معنا أدات يعني هذه الأدات تعطيك الضغط الخاصة بسكواد هلب تقوم بإعطائك السيل ترو ريت يعني نسبة وقيمة المبيعات الخاصة بموقع سكواد هلب يعني أنها سوف تعطيك نسبة مئوية تقوم بوضع الكلمة التي سوف تقوم بالشغال عليها بعد ذلك هذه الأخيرة سوف تعطيك النسبة المئوية التي تكون فيها هذه المبيعات نقطة مهمة جدا هو أن هذه الأدات يعني تعطيك محاولات مجانية يوميا إن انتهت هذه المحاولات المجانية التي تعطيك أن ذلك ممكن أن تقوم بالعودة يعني في يوم غد ثم تقوم بتجربة والشغال على هذه الأدات مرة أخرى بدون أي مشاكل إذن حتى تفهم الأمر بكل بساطة سوف تقوم مثلا بكتابة حرف مثلا ونقل حرف A سوف يقوم بإعطائك اختيارات كما ترى مثلا هنا UP عندما سوف تقوم بالضغطة UP هكذا سوف يقوم بإعطائك سيل ترو ريت يعني 4.9 في المئة كما ترون هنا في اللون الأخضر يعتبر لبأس به كلما اقترب من العشرة كلما كان رائع جدا هنا في السيل ترو ريت وكلما يعني اقترب من الصفر فهذا يعني بأن الكلمة ليست قوية وليس عليها مبيعات كثيرة هنا في الكمبيتيشن آناليتيكس يعني أن هذه الكلمة يعني عليها كومبيتيشن كبيرة جدا الكمبيتيشن هي أمر مهم جدا كلما كانت الكمبيتيشن كثيرة كلما ازدادت يعني صعوبة أن تقوم ببيع الضمين هذا لا يعني أنك لن تقوم ببيع الضمينات هذا يعني فقط أنك سوف تكون يعني رفقة العديد من الأشخاص الآخرون الذين يقومون ببيع الضمينات تحتوي على كلمة يعني أنك هنا كلما كنت في المنتصف وكلما كنت في اللون الأخضر هذا يعني بأن المنافسة سوف تكون قليلة مقارنة بالكمبيتيشن الأخرى لكن لا يجب أن تكون منعدمة لأن عندما سوف تكون المنافسة منعدمة فهذا يعني بأن ليس عليها طلب وليس عليها اهتمام بكل بساطة إذن سوف نقوم بأخذ مثلا الكلمة والتي up هكذا بعد ذلك نقوم بالذهاب إلى موقع brand bucket يعني مثل ما نقوم دائما بشرحه على موقع brand bucket هكذا تقوم بوضع مثلا كلمة up بهذه الطريقة تقوم باختيار keyword.com هنا لن نقوم باختيار start with أو end with بل سوف نقوم مباشرة بالضغط الappline وكما ترى فالمنافسة قوية وقوية جدا يعني أكثر من 21 ألف نتيجة يعني تحتوي على كلمة up هناك بعضها يبتلئ بup هكذا وهناك بعضها من ينتهي بup كما ترى إذن من أجل أن تقوم بإيجاد أسماء branded يعني تحتوي على كلمة up والتي هي عليها منافسة كبيرة وكبيرة جدا سوف نقوم بالاشتغال بالموقعين الذين نشغل عليهم دائما الموقع name station وكذلك موقع expired domains.net إذن سوف نقوم أولا بالذهاب إلى موقع name station نقوم بالضغط على append keyword يعني جميع هذه الروابط سوف تجدوها أسفل هذا الفيديو نقوم مرة أخرى بالضغط على append هكذا ثم نقوم بكتابة up هنا بكل بساطة سوف تقوم باختيار النيتشات الموجودة أمامك سوف نقوم باختيار niche al finance سوف تقوم بالنزل لأجفل مثلا هنا budget up ممكن نعم ممكن أن يكون الاسم جيد نقوم برؤية هل الضمين متاح وهل عليه قيمة أم لا كما ترى budget up فالضمين تم تسجيله والappraisل الخاص به هو مرتفع جدا سوف تقوم برؤية هل هناك مثلا ضمين آخر يعني لا يوجد ضمين آخر جيد سوف نقوم بتغيير النيتش مثلا food cooker up نعم ممكن أن يكون اسم جيد نعم سوف نرى هل الضمين متاح أم لا ويظهر بأن الضمين متاح فقط نقطة واحدة يجب أن نرى هل كلمة cooker هل عليها طالب أم لا سوف نقوم باختيار هكذا keyword dot com لكن هنا سوف نقوم باختيار start with ثم apply وهنا يظهر بأن يوجد فقط نتيجاته اوكي اذا هذا الضمين لا يعتبر قوي هو فعلا يعتبر لبأس به ممكن أن تقوم بالتجربة عليه لكنه لا يعتبر قوي وقوي جدا سوف تقوم باختيار نيتش آخر ولنقول مثلا gaming emulator up يعني طويل نسبيا هنا لا يوجد ضمينات قوية وقوية جدا سوف تقوم بتجربة هذه النيتشات تقريبا كلها بعد ذلك سوف تقوم بتجربة هذه الأشياء أيضا ثم تقوم بأخذ الكلمة والتي هي up ثم تقوم بالذهاب إلى موقع expirate domains.net تقوم باختيار .com تقوم بعمل نفس ما نقوم به دائما هنا contains سوف تقوم باختيار up no adult name only characters لا نقوم باختيار انجليش لأننا ممكن أن نقوم بالحصول على كلمات تعتبر بbrandable ولا هي ليست كلمة انجليزية نقوم باختيار only available domains ثم 200 نتيجة في كل صفحة ثم apply filter كما ترى فهنا فعليا أعطانا up لكن كما ترى فهنا بكل بساطة يعني up تدخل مثلا هنا happy لذلك سوف نقوم بمضعها في الأول start with هكذا ثم نقوم بالضغط على apply filter مرة أخرى عند الضغط على apply filter سوف تقوم بالضغط هنا على lent لكي يقوم بترتيبها من الكلمات التي تعتبر قليلة في الحروف إلى غاية الكلمات والضمينات التي بها حروف كثيرة هنا سوف تقوم باختيار كلمتان تعتبرني جيدة يعني هنا يظهر مثلا ضمينات لكنها لا يتعتبر قوية سوف تأخذ وقتك الكافي في البحث عن هذه الضمينات إلى غاية تجدها ضمين جيد إن لم تقوم بإيجاد ضمين جيد فبكل بساطة سوف تعود مرة أخرى هنا إلى التول الخاصة بموقع سكواد هيرب ثم تقوم باختيار مثلا أسماء أخرى ولنقوم مثلا هنا قصار A ثم C والتي كما ترى هنا اكتيف يعني اكتيف يظهر بأن الـ sale rate هو 4.9.93 والـ competition لا تعتبر قوية وقوية جدا يعني أن هذا الأمر يعتبر جيد إن أردت مثلا الاشتغال وليس على الـ rooted word ممكن أن تقوم بالاشتغال الـ niche ممكن أن تقوم بكتابة ولنقوم مثلا dog هكذا كما ترى dog سوف ترى بأن الـ century rate هو 5.36 يعني هنا في اللون الأخضر هذا الأمر يعتبر جيد والـ competition تعتبر low يعني أن هذا الأمر يعتبر جيد يعني أننا الآن نبحث عن كلمات تعتبر rooted word من أجل أن نقوم بالاشتغال عليها لذلك سوف نقوم باختيار الـ rooted word كما ترى هنا يقول لك بأنك لديك فقط 10 محاولات في اليوم ولكي تحصل على محاولات أكثر يجب أن ترقي حسابك إلى الـ silver والـ gold والـ platinum هذه الـ tiers سوف يتم شرحها إن شاء الله عندما سوف أبدأ بشرح طرق بيع الضمينات لأنك كلما كنت تمتلك ضمينات كثيرة مع سكواد هيلب كلما أصبح لك تير أعلى وأعلى بكثير يعني تقريبا مثل ميرش باي أمازون أوكي هنا أنا شخصيا لم أصل بعد إلى الـ silver أو الـ gold أو البلاتينيوم لذلك أنا في كل يوم أقوم باستعمال هذه الأدات عشرة مرات سوف نقوم بأخت كلمات active هكذا نقوم بالذهاب مرة أخرى إلى موقع brand bucket keyword dot com broad match وليس end with or start with ثم apply كما ترى عدد النتائج هي 1022 هذا يعتبر جيد جدا سوف نقوم بأخت الكلمة active نقوم بالذهاب إلى موقع name station ثم نقوم بالضغط وكتابات مثلا هنا active ثم نقوم باختيار niche هنا سوف نقوم مثلا بتجربة niche على job ثم كما ترى gig active يفضل أن تكون هنا يعني بالنسبة لهذه الضمينات يفضل أن تكون الكلمة add start وليس end لذلك سوف نقوم باختيار swap words هكذا وكما ترى هنا تم قلب الكلمتان وأصبحت active في البداية ولم نقوم بإيجاد ضمينات جيدة جدا ذلك سوف نقوم بتغيير niche نقوم باختيار مثلا هنا pets إن ظهرت لكم هذه الرسالة كما قلنا يجب أن تقوم بالخروج ثم إعادة الدخول مرة أخرى هنا سوف نقوم بالبحث مرة أخرى عن ضمينات تعتبر جيدة جدا سوف تقوم مثلا باختيار niche أخر ونقوم مثلا active visit نعم تعتبر جيدة هذا الضمين يعتبر جيد يعني أتمنى أن الضمين متاح أنه فعلا يعتبر جيد وكما ترى الضمين هو يعتبر متاح يعني ممكن أن تقوم بشراء هذا الضمين سوف تقوم باختيار الكلمة visit هنا مدامة أنها at the end سوف نقوم بوضع هنا at the end keyword.com end with ثم apply كما ترى توجد ثلاثة نتائج يعني أن الضمين رغم أن الكلمة لا تستعمل بكثرة لكن أضمن لكم بأن هذا الضمين يعتبر ضمين جيد إن أردت شراءه فممكن أن تقوم بشرائه الآن ثم تضعه للبيع ثم إن شاء الله سوف تحصل على مبيع جيدة وجيدة جدا نفس الأمر تقوم باختيار ثم تذهب إلى expired domains.net مدامة أن كلمة ممكن وضع start سوف نقوم بوضع هكذا ثم تقوم برؤية هل هناك أسماء جيدة جدا يعني هنا مدامة الكلمة باللغة الإنجليزية سوف نقوم باختيار هنا English يعني أنك سوف تقوم دائما بأخذ هذا الأمر بعيد الاعتبار إن لم تكن الكلمة إنجليزية فلم مشكلة تقوم بذلك مثلا هنا active deco رغم أن deco تعتبر لكن active deco يعتبر جيد سوف نرى هل الضمين متاح أم لا نعم الضمين متاح سوف نقوم بأخذ deco هكذا نقوم بنفس الأمر يعني deco هي خاصة بالدكوريشن أنا لا أنصح أن تقوموا بعمل واختصارات لكن في بعض الأحيان فهذا الأمر يعتبر جيد يعني هذا الأمر يستلزم مكان تكون خبيرة نوعا ما حتى تقوم بعمل هذا الأمر مثلا epic deco كما ترى ever deco wild end يعني هنا لا يستهدف deco وهنا crowd deco نعم يعتبر جيد يعني أن هذا الضمين أيضا يعتبر جيد active deco إن أردت شرائه فهو متاح ممكن أن تقوم بشرائه إذا أتمنى بأن كل شيء واضح شاركتم معكم هذا التول هذا الدرس كما قلت سوف يكون أخر درس أشرح فيه وهذه الأشياء إن شاء الله ابتداء من الدرس القادم سوف أشرح لكم طرق جديدة وطرق تستهدف نوعيات أخرى من الضمينات بعد ذلك سوف نمر مباشرة إن شرح طرق البيع فأهم شيء بالنسبة لي هو قيمة وجودة الضمينات أما طرق البيع فهي فقط ضعها في منصة البيع الخاصة بالبرندات ثم انتظر إلى غاية أن يأتي الزبون النهائي ويقوم بشراء هذا الضمين منك إذا شكرا لكم على المتابعة وتحية لكم إن كان لديك أي سؤال كيف مكان لا تتردد في وضعه في التعليقات إن أردت التواصل معي فسوف تجد الإيميل أسفل هذا الفيديو أو فقط قم بالإضمام إلى مجموعتنا على فيسبوك ووضع السؤال الخاص بك وسأكون ساعدا جدا بالإجابة على سؤالك إذا تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته